طيب ماتش فرقه هو اهم حاجة الفترة اللي جاي وماتش فرقه يوم الجمعة الجاي طبعا عدم اقامة المباراة النهاردة ده شيء يعني اكيد مهم جدا لا يقل اهمية عن الثلاث نقاط راحة التقاط الانفاس ضغط المباراة اللي كل تلات ايام جات لك حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى فعشان تريح النهاردة مش تريح يا نم تتدربش لا هتتدرب بس برضو ايه لما تخش في مود مباراة مباراة كبيرة زي مباراة اهل وزمالك فيها فتنس بدني عالي فيها شغل عالي فيها ضغط فيها استرس فيها حيات كتيرة جدا ده ممكن بياخد وبيسحب من رصيدك كتير وانت بتستعد بقى المباراة الدوري انت لسه النهاردة بتلعب في الجولة التسعتاشر بقيلك ما لا يقل عن خمستاشر مباراة تعالوا بص نشوف اللي متبقل الاهلي ايه جماعة متبقل النادي الاهلي خمستاشر لقاء هيلعبهم في قد دي انه النهاردة كان في الشهر النهاردة بنتكلم في خمسة عشر ستة التسعة الخمستاشر مباراة دول لازم يخلصوا قبل خمستاشر تماني يعني احنا بنتكلم في قد دي بنتكلم في شهر ونص خمسة واربعين يوم خمسة واربعين يوم يتلعب فيهم خمستاشر مباراة يعني كل تلات تيام مباراة ده ما بيحصلش في الدنيا كلها كلام ده طيب الاهلي بإذن الله إذا ربنا قرموا بالفوز بهذا الكم من المباراة بطل للدور العام بفارق كبير حتى عن المنافس نادي بيرمز ولكن المشوار ده مسهل مش فكرة خمستاشر مباراة تخشها تلعبهم مع تكسابهم لا الموضوع صعب ليه أولا الأهلي لسه يلاعب فيتشار دور أول ودور تاني نفس الأمر تخدوا بالك برضو للزمالك اللي عنده مؤجلات عنده مؤجلات دور أول ودور تاني مش للأهلي بس يعني المؤجلات على فكرة مش عند الأهلي بس عند الأهلي وعند الزمالك ولكن الأهلي عنده ثلاث مباراة مؤجلة من الدور الأول ولسه فيه مباراة في الدور التاني سواء مؤجلة أو حتى استكمال المشوار فيتشار اللي قال لسه يلاعب دور أول ودور تاني وماتش فيتشار بتاع الدور الأول المؤجل هيتلاعب يوم ستاشر سبعة يوم ستاشر سبعة اللي قال عنده بيراميز أيضا دور أول ودور تاني لسه ملعبش بيراميز دور أول ودور تاني وماتش بيرامز المؤجل من الدور الأول هيتلعب يوم 12 سبعة الهلي لسه عنده ماتش طالع الجيش دور أول ودور تاني وماتش الجيش المؤجل من الدور الأول هيتلعب بعد مباراة فاركو بإذن الله في قوائل شهر سبعة فدول التالت فرق اللي الاهلي لسه هيلعب معهم أو لسه الاهلي ملعبش معهم في الدوري لسه عنده مؤجل من الدور الأول ولسه عنده لقاء الدوري التاني في يوتشار وبرامز وطالع الجيش طيب في فرق تانية الأهل اللي لعبها في الدور الأول ولكن لسه ما لعباش في الدور الثاني زي مين؟ فرقوا الداخلية وفرقوا المطش الجمعة الجاية بإذن الله الداخلية لما لعبناه يوم الجمعة اللي فاتت كاللقاء مؤجل من الدور الأول لسه اللعب الداخلية في الدور الثاني لسه البنك الأهلي لسه إمبي لسه المصري سيراميكا كيليو باترا المقولين العرب سموحة زد تسع أندية دول لسه الأهل اللي لعبهم في الدور الثاني ولكن التلات أندية للأهل اللي يلعبهم دور أول ولا دور تاني ولسه يلعبهم في المؤجلات اللي جاية فيوتشر وبيراميدز وتلاقع الجيش شوار صعب جدا ترتيب مباريات على فكرة ماشي بالتسلسل طبقا للمؤجلات يعني مش هتلاقي في ترتيب مباريات الأهل بيلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر قبل مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث ما فيش الكلام ده يعني انت عندك مباراة مؤجلة في الأسبوع العاشر هتلعبها الأول عندك مباراة مؤجلة في الأسبوع الخمستاشر هتلعبها بعد المؤجلة من الأسبوع العشر فالتسلسل ماشي طبيعي وده الأول مرة يحصل السنة دي عكس ما كان بيحصل في السنين فاتت أنا فاكر فيه دورة لعب أسماء كاس الأمم في 2019 اللي هو هتأجل لبعد منافسات كاس الأمم تخيلوا أنتوا فيه تلات مباريات كان ممكن يخلصوا في أسبوع أجلناهم شهرين عشان مش عشان كاس الأمم عشان كان لعبة تانية بتلعب في منتخبات عربية في نادي الزمالك وفي أندية أخرى وقتها تأجل الدوري شهرين عشان كاس الأمم وقتها وقتها لما كانت بتتلعب المؤجلات وكانتش تتلعب بالترتيب اللي احنا بنلعبه السنة دي لا كان مثلا مؤجل في الأسبوع العشر ممكن تتلعب قبل مؤجل في الأسبوع التالت كانت بتتلعب المؤجلات بناء على إيه انت عايز من قبل مين لكن دلوقتي بالعكس ده الدور السنة دي تحديدا لأول مرة ترتيب المؤجلات يمشي طبقا للمعايير الخاصة بالعدالة والمنافسة تخيلوا لأول مرة ولكن طبعا المؤجلات كتير وكنا بنحذر الربطة من بدري في الموضوع ده ومحدش كان بيسمع ويأديك وهو شفته دلوقتي الربطة ازاي وعت في المطب ده نتيجة ان المباراة المؤجلة نتيجة كاس عالم أندية ودوري إفريقي ودوري أبطال والأندية في الدوري 18 نادي والنظام لازم يختلف واللوايح لازم تتعدل لما نشوف اللي هيحصل في الفترة الجاهة هل ممكن يبقى فيه تعديلات في الملفات دي ولا لا طيب ماتش فرق يوم الجمعة وخلاص قلنا احنا قفلنا ماتش الزمالك والأهل خادت تلات نقاط والموضوع اتقفل وتحسن أي حاجة تانية بقى ما تخصناش في الفترة اللي جاية ماتش فرقه الأهل هيستعد ازاي نهاردة الجهاز الفني على طول عمل تدريب والتدريب هيكون الساعة ستة بعد قليل ان شاء الله في ملعب مختار التتش بالجزيرة هل الجهاز الفني هل تأثر بما حدث بالأمس الكواليس اللي شفناها انبارح في مسألة الفريق دخول معسكر ثم المغادرة من المعسكر بعد تأكيد إلغاء المباراة وانسحاب الزمالك وفوز الأهلي باللقاء اتنين سفر هل الاستعداد الفترة الجاهة هيمشي ازاي في تفاصيل جديدة ولا لا اللاعب اللي كانت ممكن تغيب ماتش النهاردة هل ممكن تلحق مباراة فاركو ولا لا عمر كمال برستاو وسام ابو علي ممكن برضو نسأل عنه كل ده دلوقتي هنعرفه من خلال زمننا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة